لازلت أقرأ عليكم من أحاديثهم الشريفة من المصدر نفسه من الجزء الأول من الكاف الشريف وتحديدا من كتاب التوحيد باب مهم عنوانه باب النهي عن الكلام في الكيفية في كيفية الله سبحانه وتعالى مر علينا من أن الله لا كيفية له بحسب حدود الكيفية التي يتحدث عنها المخلوقون أو التي ترتبط بأحوال المخلوقين وشؤونهم أما أن يكون الحديث عن كيفية أشار إليها إمامنا الصادق في المحاورة التي تلوت عليكم جانبا منها كي نكون خارج حدي التعطيل والتشبيه فذلك شأن خاص بهم توحيدنا نأخذه عن المعصوم فقط من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم أعرفوا حاجتنا للمعصوم هؤلاء الثولان من الشيعة الذين يتصورون أن حاجتنا للمعصوم كحاجتنا لمراجع النجف حتى لو كانوا في أفضل حال ما بالكم وهم في أسوأ حال حتى لو كانوا في أفضل حال لو كانوا في أقرب ما يمكن أن يكونوا من الحجة بن الحسن والحالهم في حال هو أبعد ما يكون عن إمام زماننا هناس لا علاقة لهم بدين محمد وآل محمد أصلا فهؤلاء الثولان من الشيعة الذين يتصورون أن حاجتنا للإمام المعصوم كحاجتنا لهؤلاء المراجع البعض من الشيعة يتوقع من أن حاجته للمراجع الآن في زمان الغيبة أكثر من حاجته للإمام المعصوم أي دين هذا وأية معرفة بإمام زماننا هذه وأي بيعة بايعنا عليا في الغدير بأي مضمون هي هذه البيعة أي إسلام هذا أي دين في أدنى مراتبه هذا ما عليه الشيعة بسبب مراجع النجف ما عليه الشيعة هو الضلال والضلال والضلال أنني أقايس ما عليه الشيعة بما عليه دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى هذا الباب باب النهي عن الكلام في الكيفية صفحة 114 الحديث الأول عن أبي بصير قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا وهذا التحير هو تحير الجهل هناك تحير المعرفة هذا الذي تتحدث عنه الأدعية والمناجيات وسنأتي عليه لا أدري هل سأصل إلى هذا المضمون أو لا بحسب ما يتوفر لي من الوقت الباقر يقول تكلموا في خلق الله خلق الله من؟ أنا وأنتم يمكن لنا أن نتكلم عن أنفسنا فنحن من خلقه لكن المصداق الأول الحقيقة المحمدية وما تجلى منهم في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المشتبى إلى القائم إنما أذكرهم بهذه الطريقة كي أذكركم بإمامة فاطمة هذا هو السبب في أنني حين أذكر أسماءهم بهذه الطريقة لأجل أن أذكركم بإمامة فاطمة لأنني إذا قلت أئمتي محمدا وآل محمد ستحذفون فاطمة من بينهم وهذا من سوء طالعكم ومن سوء توفيقكم ومن خيبتكم ومن ضلالكم وكل ذلك بسبب مراجعكم في النجف هم الذين أنكروا إمامتها وظلموها ومثلما أحرقت السقيفة منزلها هم أحرقوا منزلتها سود الله وجوه تكلموا في خلق الله المصداق الأول الحقيقة المحمدية وما تجلى منها محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هذه الصورة الأعلى والأسمى فيما خلق الله عظمة خلق الله هنا اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله فأجمل الجمال في خلقه أين؟ في الحقيقة المحمدية وفيما تجلى منها في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فهذا التركيز في برامج قناة القمر الفضائية في الحديث دائما عن الحقيقة المحمدية وعن محمد وعلي وفاطمة وعن محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هو التزام بثقافة العترة الطاهرة عرفتم الآن؟ أو لا؟ تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا هذا تحير الجهل أما تحير المعرفة فهو مطلوب وهو من أجمل ما يستطيع الإنسان أن يصل إليه ما يعبر عنه في تعابيرهم بحلاوة الإيمان ما يعبر عنه بحلاوة الذكر مثلما نذكر في الأدعية في أوصافه سبحانه وتعالى يا حلو الذكر فهو حلو الذكر حلاوة الذكر حلاوة الإيمان لذيذ المناجات أنس المناجات هذا هو التحير الممدوح تلك حيرة ثانية نأتي على ذكرها الباقر يقول تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا الحديث الثاني بسنده عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى كلام القرآن هذا وأن إلى ربك المنتهى ماذا قال الصادق في تأويل ما نطق به القرآن الصادق هكذا قال فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكه إلا إذا دخلنا من باب معرفتهم والذي سيقودنا إلى حيرة المعرفة وإلى أنس العشق وإلى لذة المناجات وحلاوة الإيمان ذلك شأن آخر هذا شأن يتذوقه أهله لا أتحدث عن أوهام الصوفية وعرفاء الشيعة هؤلاء يعيشون في أوهامهم وخيالاتهم إنني أتحدث عن حقائق هذه المعاني في الضوء الثقافة العقائدية المنضبطة بمضمون بيعة الغدير وبقواعد الفهم العلوي أتحدث عن هذه الحقائق في هذه الأجواء بعيدا عن سخافات عرفاء الشيعة وعن ضلالات متصوفة السنة لا شأن لي بكل هؤلاء فإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان تأويل هذه الآية قطعا في وجه من وجوهها فآيات الكتاب وجوهها كثيرة لها مطالع ومجاري كما علمونا وأن إلى ربك المنتهى الصادق يقول فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسك الحديث الحديث الثالث عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا محمد يخاطب محمد ابن مسلم الطائفي من الطائف يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق يتكلمون يتكلمون في كل شيء هذا هو المرات يا محمد لأن الناس يحبون الكلام ويتكلمون في كل شيء وفي أغلب الأحيان يتكلمون في الأمور التي لا يدركون حقائقها يقولون أي شيء يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فإذا سمعتم ذلك سمعتم الناس يتحدثون عن الله بحسب هرائهم كما يتحدث عرفاء الشعة بهرائهم الذي جاء به من ابن عربي وهو جاء به من الهندوس ومن التاوية إنها من الفلسفات الصينية القديمة ومن المانوية هذا هو تصوف ابن عربي تصوف ابن عربي هو جماع لهذه الفلسفات المختلفة التي كانت موجودة قبل من الغنوصية إلى المانوية إلى التاوية إلى الهندوسية إلى جمع وفير وغزير من العناوين جمعوها في فكر صوفي وقالوا من أن هذا الفكر الذي جاء به ابن عربي أوحى به الله تعالى إليه وصطره في الفتحات المكية وفي فصوص الحكم يعتقدون أن هذه الكتب عرفاء الشيعة من الكتب التي أوحى الله بها إلى ابن عربي وهي كتب مشحونة بالنصب والعداء للعترة الطاهرة أكو طاحت حظ أكثر من هذه إذا أردتم أن تعرف ماذا قال ابن عربي الناصب في كتبه هذه عودوا إلى برامج السابقة فقد عردت أقواله وهي صريحة وصريحة جدا في النصب والعداء والانتقاص من محمد وآل محمد إن كان ذلك في الفتحات المكية معجزة عرفاء الشيعة وقرآنهم أو كان ذلك في فصوص الحكام المتن الصوفي العرفاني الذي يتفاخر عرفاء الشيعة بدراسته وتدريسه عودوا إلى برامج المختلفة فقد تحدثت عن هذه المطالب وبشكل واسع وبالحقائق والوثائق أعود إلى رواية محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء لا تنصت إلى أقوال هؤلاء ولا إلى أقوال الفلاسفة ولا إلى أقوال مراجع النجف الذين لا يعرفون شيئا عن الله وفقا لثقافة العترة الطاهرة ما عندهم من معرفة عن الله إنها معرفة النواصب إنها معرفة الأشاعرة والمعتزلة الحديث الخامس بسنده عن الحسين ابن المياح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من نظر في الله كيف هو هلك من نظر في الله كيف هو هو الذي نظر بحدود عقله أما إذا كان الكلام عن المعصوم فذلك شيء آخر إننا نأخذ من الجهة التي تعرف الله أعرف قدر أئمتكم لا تقارن فيما بينهم وبين غيرهم الصادق يقول من نظر في الله كيف هو هلك الحديث السابع صفحة 116 عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إياكم إياكم والتفكر في الله والتفكر في الله في كنهه في أن نصفه بحدود مداركنا فحينما نتفكر فإننا نضع المفردات من داخل إدراكنا بحدود قدرتنا المعرفية والإدراكية علينا أن نعرف الله من محمد وآل محمد لا أن نعرف الله من خلال عقولنا إياكم والتفكر في الله ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه أنا من عظيم خلقه يعني إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة خلق الله أن تنظروا إلي أو أن تنظروا إلى جبل أو أن تنظروا إلى أنفسكم أو أن ننظر إلى بقرة في حقل من الحقول كل هذا من خلقه من خلقه عبر الأسباب التي جاءت بسبب وبغير سبب من تجليات الأسماء الحسنى التي هي من مظاهر الحقيقة المحمدية التي خلقها بنفسها من جهة هناك عظمة في خلقنا ولكن ما يشير إليه إمامنا الباقر بالضبط هو ما جاء في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها ودعاء ودعاء البهاء بالمناسبة مروي عن إمامنا الرضا ومروي عن إمامنا الباقر أيضا الدعاء الدعاء الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء فهو مروي عن الباقر أيضا ماذا نقرأ فيه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها التفكر في أعظم العظمة هو التفكر في الحقيقة المحمدية والتفكر في محمد وآل محمد لأن أعظم العظمة الإلهية تجلت في الحقيقة المحمدية وفي مجاليها العظمى في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عودوا أذهانكم على اعتقادكم بإمامة فاطمة وإلا فأنتم في ضلال مستحكم عودوا أذهانكم على هذه العقيدة التي هي عقيدة الهدى بعيدا عن عقائد الضلال التي علموكم إياها في حوزة النجف وخرجت إلى الشيعة من حوزة النجف الباقر يقول إياكم والتفكر في الله ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه فأعظم خلقه الحقيقة المحمدية ونحن لا ندرك عظمتها لكن عظمتها تتجلى لنا في الذي يظهر لنا فما في محمد وآل محمد الذين هم أئمتنا وسادتنا محمد علي فاطمة أبناء فاطمة من المشتبى إلى القائم هؤلاء هم أئمتنا وسادتنا ما يتجلى لنا منهم بحسبنا نحن نرى الوجه الجلي لهم الذي هو بين أظهرنا أما الوجه الخفي لهم والذي هو بين أظهرنا أيضا نحن لا ندركه وإنما نعلن من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم نؤمن بسرهم وعلانيتهم الذي يظهر لنا كل ما في الزيارة الجامعة الكبيرة برغم عظمة محتوى وفحوى هو في الوجه الظاهر لنا أما في الوجه الباطن عننا فذلك لا نستطيع أن نصل إليه ربما في زمان الظهور الشريف إذا ما تطورت العقول فإن الإمام يضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع العقول كي تترقى هذه العقول قطعا لن تترقى كل العقول بدرجة واحدة وإنما كل عقل بحسبه فالعقل الذي كان في زمان الغيبة على سبيل المثال بمستوى خمسة بالمئة لا يعني أنه سيرتقي إلى ثمانين بالمئة لا يمكن هذا لأن الفيضة سيكون بقدر الوعاء فسيرتقي إلى عشر بالمئة والذي هو في مستوى ثمانين بالمئة قد يرتقي إلى تسعين بالمئة إلى مئة بالمئة كل بحسبه هناك حالة ترق في العقول زمن الظهور ربما في تلك الحالة سندرك إشارات ورموز في طوايا نص الزيارة الجامعة الكبيرة وأمثالها كي نتلمس ونتحسس ولو من بعيد شيئا من وجههم الباطن ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته إلى عظمة الله فانظروا إلى عظيم خلقه نذهب إلى فاصل